موسيقى أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر أهلا وسهلا بكم يتجدد لقائبكم في دروسنا التعليمية لمادة الرياضيات حلقتنا اليوم أعزائي الطلبة عن الدالة الأسية والدالة اللغة الرتمية فاليوم نبين عرف شنو هي الدالة الأسية وشنو هي الدالة اللغة الرتمية لكن كل هذا عزيز الطالب لا حتعرفه بعد الفاصل فابقوا معي موسيقى رجعنا من جديد أعزائي طلبة الصف الحادي عشر وكما قلنا درسنا اليوم عزيز الطالب عن الدالة الأسية والدالة اللغة الرتمية الدالة الأسية والدالة اللغة الرتمية استكشاف النماذج الأسية الدالة الأسية على صورة Y تساوي A في B أس X حيث الـ X تنتمي إلى R والـ A تنتمي إلى R ستار كما نعرف عزيز الطالب أن R ستار معناتها الـ R معده الصفر والـ B تنتمي إلى R الموجبة معده الواحد إذن هذه الصورة الأسية اللي هي Y تساوي A في B أس X إذا كانت عزيز الطالب إذا الـ A بصفر معناتها الـ Y رح تكون تساوي الصفر إذا عوضت بالـ A حطيتها صفر معناتها الـ Y تساوي الصفر إذا كانت عندي الـ Y تساوي الصفر أسميها معادلة البحور السيني أما إذا كانت الـ B تساوي الواحد تعال عوض شيء للـ B وحطها واحد إذا رح تعطيني Y تساوي A وسمي هذه دالة ثابتة عندما A أكبر من الصفر عزيز الطالب إذا كانت الـ A أكبر من الصفر معناتها أن الـ A عدد موجب وكانت الـ B أكبر من الواحد إذن الـ A عدد موجب والـ B أكبر من الواحد نسميها نمو أسي معناتها كما أنا أمثلها نمو أسي إذن أنا قعد أصعد نمو أسي أما إذا كانت الـ B محصورة بين الصفر والواحد والـ A أيضا تكون موجبة والـ A أيضا موجبة والـ B محصورة بين الصفر والواحد نسميه تضاءل أسي وتكون بهذه الصورة تضاءل أسي مثال ارسم بيان الدالة Y تساوي أثنين في ثلاثة أسيكس ثم أبين هل تمثل نمو أسي أم تضاءل أسي فكر معي عزيز الطالب لاحظ معي الـ A أثنين يعني الـ A موجبة أكبر من الصفر والـ B هي الثلاثة والثلاثة أكبر من الواحد إذن الـ A موجبة والـ B أكبر من الواحد عزيز الطالب هل هي نمو أسي أم تضاءل أسي ممتاز يعتبر نمو أسي نتأكد بالرسم إذن أبي أرسم إذن رح أعين نقاط الـ X ولتكن سالب أثنين أي أشي للـ X وحط سالب أثنين فتطلع للـ Y أثنين على تسعة واختار نقطة أخرى سالب واحد أعوضها تكون أثنين على ثلاثة والصفر يعطيني أثنين وإذا عوضت بالواحد تكون الـ Y تساوي ستة وإذا عوضت بالأثنين تكون الـ Y بثمانتاش نرسم إذن هذه المحاور عندي أي أعوض سالب أثنين سالب أثنين واثنين على تسعة إذن لاحظ عزيز الطالب بيان الدالة إذن إيه؟ نمو أسي نمو أسي بهذا الشكل إذن الدالة تمثل نمو أسي مثال آخر ارسم بيان الدالة Y يساوي أثنين في ثلث أس X ثم أبين هل تمثل نمو أسي أم تضاء الأسي لاحظ معي عزيز الطالب الـ A بأثنين معناتها أكبر من الصفر موجبة والـ B بثلث والثلث محصورة بين الصفر والواحد معناتها أصغر من الواحد إذن رح يكون نمو أم تضاء الأسي ممتاز رح يكون تضاء الأسي فبيانها رح تكون بهذه الصورة تعال نرسم ونتأكد إذن هم رح نحدد نقاط الـ X إذن إذا كانت الـ X بسالب أثنين الـ Y بثمانتعش وإذا عوضنا بالـ X بسالب واحد رح تكون بستة وأيضا الصفر بثنين وإذا عوضنا الـ X بواحد تكون الـ Y بثنين على ثلاثة وإذا عوضنا بالأثنين تكون الـ Y بثنين على تسعة إني نرسم لاحظ عزيزي الطالب إذا رح أعوض في النقاط بالرسم فلاحظ عزيزي الطالب تضاء الأسي بهذه الصورة إذن الدالة تمثل تضاء الأسي الدوال الأسية وبياناتها دالة المرجع Y تساوي A في B أو X إذن هذه الصورة لدالة المرجع بيانة دالة Y تساوي A في B أو X ناقص H لاحظ عزيزي الطالب دالة المرجع عبارة عن Y تساوي A في B أو X لاحظ إني الصورة الثانية أنا ضفت الـ H معناته شو الحدث اللي رح يصير؟ وهو عبارة إذا كان الأسي مضاف لها H معناته عبارة عن إزاحة لدالة المرجع إزاحة أفقية إما لليمين أو لليسار بمقدار H بمقدار H إذن هو إزاحة بيان دالة المرجع اللي هي Y تساوي A في B أو X مسافة أفقية قدرها H المسافة الأفقية عزيزي الطالب إما جهة اليمين أو جهة الإسار زائد K الكي هذه رح يكون عبارة عن إزاحة لأعلى أو لأسفل إذا نسميها إزاحة رأسية لأعلى أو لأسفل مقدارها K مثال باستخدام دالة المرجع ارسم بيان Y تساوي A2 في 3SX ناقص الأثنين زائد الواحد دالة المرجع هي Y تساوي A2 في 3SX لاحظ عزيزي الطالب هذه دالة المرجع إذن أنا قلت X ناقص الأثنين معناته أني أنا صارت لي إزاحة أفقية جهة اليمين مقدارها وحدتين ثم إزاحة رأسية مقدارها وحدة واحدة تعال نتأكد بالرسم إذا رح أعين النقاط الأكس اللي هي عبارة عن سالب أثنين أي أعوضها بدالة المرجع تصير أثنين على تسعة أعوض بسالب واحد تكون أثنين على ثلاثة أريد أعوض بالصفر بثنين أيضاً بواحد تصير ستة أعوض بالأثنين تساوي ثمانتعش أي أرسم دالة المرجع اللي هي سالب أثنين واثنين على تسعة سالب واحد إذن أوصل بينهم إذن هذه دالة المرجع إذن هذه دالة المرجع أي الحين رح أسوي الدالة وي تساوي أثنين في ثلاثة إكس ناقص أثنين زائد الواحد هي إزاحة دالة المرجع وحدتين لليمين ووحدة لأعلى لاحظ معي عزيز الطالب نمسك النقطة الأولى إذن وحدتين لليمين ثم وحدة واحدة لأعلى وأيضاً النقطة الثانية بنفس الفكرة وحدتين ثم وحدة إلى أعلى ووصل بينهم فتكون هذه رسم بيان الدالة اللي هي ويد تساوي أثنين في ثلاثة أس إكس ناقص أثنين زائد الواحد مثال آخر أو عندي الدوال اللغة رتمية وبياناتها إذن إحنا عرفنا الدوال الأسية عزيز الطالب وعرفنا بيان الدوال الأسية الحين رح نطلق إلى الدوال اللغة رتمية وبياناتها تعريف لكل إكس تنتمي إلى آر الموجبة وبي تنتمي إلى آر الموجبة مع عدل واحد يتعين عدد حقيقي إكس بحيث يكون ويساوي بي أس إكس إذا فقط إذا كان لغة رتم الواي للأساس بي يساوي إكس فمثلا ثمانية تساوي الثنين والثلاثة أبي أحولها إلى الصورة اللغة رتمية عزيز الطالب فكر معي ها رح تصير لغة رتم الثمانية للأساس الثنين تساوي الثلاثة إذا لغة رتم الثمانية للأساس الثنين تساوي ثلاثة مثال أوجد قيمة إكس ليه لغة رتم الواحد وثمانين للأساس إكس تساوي الأربعة فكر معي عزيز الطالب عشان أنا أوجد قيمة الأكس لازم أحول من الصورة اللغة رتمية إلى الصورة الأسية إذا رح يكون عندي واحد وثمانين تساوي إكس أس أربعة أو إكس أس أربعة تساوي الواحد وثمانين إذن إكس أس أربعة تساوي واحد وثمانين إذن الواحد وثمانين أقدر أحللها أقدر أبسطها أقدر أسويها في صورة أس طبعا عبارة الواحد وثمانين عبارة عن ثلاثة أس أربعة إذا رح يصير إكس أس أربعة تساوي ثلاثة أس أربعة لاحظ عزيز الطالب إذا كانت عندي الأسس متساوية رح أساوي الأساس وإذا كانت عندي الأساس متساوي أساوي الأسس لاحظة أن الأسس متساوية إذن على طول X تساوي 3 مثال آخر أوجد مجال تعريف الدالة F of X يساوي لغاريتم X تربيع ناقص الأربعة للأساس أثنين إذن أنا أبي أييب مجال الدالة إذن في حالة مجال الدالة للغاريتم عزيز الطالب اللي هو ما بداخل اللغاريتم أكبر من الصفر يعني أن X تربيع ناقص الأربعة أكبر من الصفر إذن رح أقول مجال الدالة أو نقول X تربيع بما أن X تربيع ناقص الأربعة أكبر من الصفر معناته X تربيع أكبر من الأربعة أوجد الجذر التربيعي للطرفين وتذكر عزيز الطالب إذا كان عندي الجذر التربيعي لX تربيع رح يساوي مطلق إذن رح يعطيني مطلق الأكس أكبر من الأثنين تذكر المطلق خواص المطلق في حالة إذا عندي متباينة المطلق إذا في حالة الأكبر معناته X أكبر من الأثنين أو X أصغر من سالب أثنين إذن مجال الدالة راح تكون من سالب أثنين من سالب ما لا نهاية إلى سالب أثنين اتحاد الفترة المفتوحة من أثنين وما لا نهاية أو أكتبها بصورة أخرى عبارة عن R مع عدل فترة المغلقة سالب أثنين وأثنين إذن مجال الدالة هو من الفترة المفتوحة من سالب ما لا نهاية إلى سالب أثنين اتحاد الفترة المفتوحة من أثنين إلى ما لا نهاية أو بصورة أخرى R مع عدل فترة المغلقة سالب أثنين وأثنين الدالة اللقارتمية Y تساوي لغارتم X للاساس B هي معكوس الدالة Y يساوي B اس X حيث X أكبر من الصفر والB تنتمي إلى R الموجبة مع عدل واحد معناته عزيزي الطالب إن الدالة الأسية هي معكوس الدالة اللقارتمية والدالة اللقارتمية هي معكوس الدالة الأسية معناته إذا أنا عندي دالة أسية ودالة لقارتمية أبي أطلع بيانهم معناته إذا يبدأنا الدالة اللغة رتمية رح أسوي لها انعكاس في المحور Y يساوي X وتطلع لي الدالة الأسية والعكس صحيح إذن رح يكون انعكاس في المحور Y يساوي X نلاحظ مثال نطبق عليها المثال إذا كان أرسم بيان الدالة كل من الدالتين Y تساوي أثنين أس X Y تساوي لغة رتمية X للأساس أثنين إذن رح أخذ الدالة الأسية اللي هي Y تساوي أثنين أس X رح أرسم بيانها اني رح أختار نقاط ولتكون سالب أثنين أعوضها في الدالة تعطيني ربع وسالب واحد يعطيني نص والصفر تكون الY تساوي الواحد وواحد أعوضها رح تطلع لي الواي بأثنين والأثنين تعطيني أربعة أي أرسم عزيز الطالب أحدد نقاطي وأرسم إذن سالب واحد ونص صفر وواحد وواحد وأثنين وأربعة أو أثنين وأربعة أي أوصل إذن هذه بيان الدالة Y تساوي أثنين X إذا بأرسم الحين اللي هو المحكوس دالة اللغة رتم كما ذكرتك إذن رح أرسم انعكاس في المحور Y يساوي X شمعنات انعكاس في المحور Y يساوي X إني أنا أبدل الـ X بالـ Y يعني إذن هذا عندي إذن بما أن الدالة Y تساوي لغرة من الـ X الأساسة 2 هي معكوس الدالة Y تساوي أثنين أس X إذا رح أرسم المحور Y يساوي X وأسوي انعكاس يعني إذا اخترت أنا النقطة 0 سالب 1 ونص معناتها إذا بي أرسمها معكوسة شو رح تصير ممتاز تصير نص وسالب 1 لاحظ عزيز الطالب سويت انعكاس فصارت نص وسالب 1 وأيضا 0 و1 رح تصير 1 وصفر وعندي النقطة 1 و2 تصير 2 و1 أوصل بين النقاط عزيز الطالب إذن أنا رسمت الدالتين الدالة الأسية ومعكوسها الدالة اللغرتمية إذن عزيز الطالب لاحظ من بيان الدالة إذن الدالة الدالة اللغرتمية هي عبارة عن انعكاس للدالة الأسية في المستقيم Y يساوي X تتطرق إلى مفهوم آخر وهو خواص اللغرتمات لكل M و N تنتمي إلى R الموجبة وB تنتمي إلى R الموجبة مع دال واحد الخاصية الأولى لغرتم M في N للأساس B يساوي لغرتم M للأساس B زائد لغرتم N للأساس B إذن عزيز الطالب إذا كان عندي لغرتم واحد وداخل اللغرتم في حاصل ضرب أقدر أنه هو رح يتحول إلى مجموع اللغرتم N لنفس الأساس إذن لغرتم M في N للأساس B رح يساوي لغرتم M للأساس B زائد لغرتم N للأساس B وأيضاً لغرتم M على N للأساس B يساوي لغرتم M للأساس B ناقص لغرتم N للأساس B أيضاً في حاصل إذا كان عندي لغرتم واحد وداخل اللغرتم في كسر أو قسمة عزيز الطالب رح يتحول إلى طرح لغرتمين يعني الكسر هذا أو القسمة صارت لغرتم M للأساس B ناقص لغرتم N للأساس B رقم ثلاثة لغرتم M أس K للأساس B رح يساوي كأني أنا أنزل الأس فيصير الك هو معامل لغرتم فيصير K لغرتم M للأساس B تذكر عزيز الطالب لغرتم B للأساس B يساوي 1 لغرتم 1 للأساس B يساوي 0 لغرتم 1 للأساس B يساوي 0 لغرتم B أس N للأساس B يساوي N لن الإي يساوي الواحد اللن اللي هو اللغرتم الطبيعي للإي يساوي الواحد اللغرتم الطبيعي لن عزيز الطالب عبارة عن لغرتم الإي للأساس E فرح يعطيني 1 عندما يكون البي يساوي 10 يكتب لغرتم M للأساس 10 يساوي لغرتم M يعني عزيز الطالب إذا كان عندي الأساس 10 ليس من الضروري أني أنا أكتبها أقدر أكتبها لغرتم M للأساس 10 أو أكتبها لغرتم M معناتها لغرتم M هذه معناتها أن أساسها 10 ويسمى اللغرتم المعتاد لون أما عندما يكون البي يساوي E يكتب لغرتم M للأساس E تساوي N كما تطرقت تطرقت قلت لك أنا إذا ما يكون عندي لن الـ M معناته هو عبارة عن لغرتم M للأساس E ويسمى اللغرتم الطبيعي لن حيث الـ E يساوي 2.71828 مثال أكتب في صورة لغرتم 1 إذا تذكر الخواص عزيزي الطالب إذا أنا بأسوي في لغرتم 1 لغرتم X للأساس 2 ناقص لغرتم 7 للأساس 2 زائد 2 لغرتم 3 للأساس 2 إذن أول شيء عزيزي الطالب أحول 2 لغرتم 3 للأساس 2 مثل ما قلت لك إننا هذه من وين ييت هي كانت عبارة عن أس إذا فتصير لغرتم 3 أس 2 للأساس 2 لاحظوا هنا في البداية أنا عندي ناقص والناقص قلت لك إذا عندي طرح اللغرتمات إذا بحطوا في لغرتم 1 رح يتحول إلى كسر فيكون عندي رح يساوي لغرتم X للأساس 2 ناقص إذن أنا جمعت الناقص لغرتم 7 للأساس 2 زائد 2 لغرتم 3 للأساس 2 إذن هنا عندي طرح طرح اللغرتمات رح يتحول بلغرتم 1 يتحول إلى كسر فيكون لغرتم X على 7 للأساس 2 زائد لغرتم مثل ما قلت لك إننا الأثنين اللي معامل لغ هذا عبارة ياي من وين من الأس إذن يصير لغرتم الثلاثة أس 2 للأساس 2 إذن لاحظوا الحين أنا عندي زائد وإذا بحطه بلغرتم 1 قلنا مجموع اللغرتمين في إذا بحطه بلغرتم 1 يتحول إلى ضرب إذن لغرتم X على 7 في 9 للأساس 2 نرتبها فرح أضرب فتصير لغرتم 9X على 7 للأساس 2 إذا أنا حولتها إلى صورة لغرتم 1 مثال آخر أكتب في صورة لغرتم 1 ثلاثة لغرتم 3 لغرتم ناقص 4 لغرتم Y ناقص 2 لغرتم 4 تذكر عزيزي الطالب لما يكون عندي معامل لغرتم إيش قلت لك يتحول إلى أس فأرتب تصير لغرتم X تكعيب ناقص لغرتم Y أس 4 ناقص لغرتم 4 أس 2 أقدر أنا هنا رح أخذ لغرتم X تكعيب أخذت هنا الناقص أو السالب عامل مشترك فيصور لغرتم Y أس 4 زائد لغرتم 4 أس 2 إذن رح يصير عندي لغرتم X تكعيب ناقص أنا هنا عندي مجموعة اللغرتمين اللي هو لغ Y أس 4 زائد لغ أربعة أس 2 إذن عبارة عن مجموعة اللغرتمين أحول إلى لغرتم واحد عبارة عن حاصل ضرب فيصور لغرتم X تكعيب ناقص لغرتم 16 Y أس أربعة الحين عندي برحل لغرتم مين بحطوه في لغرتم واحد رح يتحول ممتاز إلى قسمة فيكون لغرتم X تكعيب على 16 Y أس أربعة مثال آخر أكتب مفكوك لين أثنين X تكعيب على 5 Y أس 6 إذن أنا أبي أبي أفكك إذن أبي أفكك أنا عندي لغرتم واحد أبي أجزئه تذكر شوف لي داخل اللين عبارة عن كسر الكسر معناته رح يتحول إلى شنو طرح اللغرتم الطبيعي إذا رح يصير يتحول إلى لين 2 X 3 ناقص لين 5 Y 6 لاحظ أزيز الطالب اللين هنا عبارة عن 2 X 3 إذن عبارة عن حاصل ضرب إذا بيئة جزئة رح يتحول إلى مجموع إذا رح يكون لين الأثنين زائد لين X 3 ناقص بنفس الطريقة 5 Y 6 هم عبارة عن حاصل ضرب رح يتحول أيضا إلى مجموع رح يكون لين الخمسة زائد لين Y 6 نرد نبسط مرة ثانية لاحظ عندي أنا X 3 قلنا القس هذا رح يصير يتحول إلى معامل اللين الطبيعي إذن لين 2 زائد 3 لين X ناقص لين 5 ناقص 6 لين Y إذن أنا من لغة رتم واحد جزعتها إلى مفكوك اللين الطبيعي نتطرق الآن إلى الأسئلة الموضوعية ظل A إذا كانت عبارة صحيحة و B إذا كانت العبارة خاطئة الدالة Y تساوي 3 في 2 X تمثل تضاء الأس هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة عزيزي الطالب فكر عشان أنا أعرف نمو أسي ولا تضاء الأسي شيين أتأكد منهم ال A وال B تعالي نشوف ال A ال A عبارة عن الثلاثة والثلاثة عدد موجب يعني ال A أكبر من الصفر إذن هذا الشرط الأول لاحظ ال B هل هي أكبر من ال واحد ولا محصورة بين الصفر وال واحد إذن ال B عبارة عن أثنين والأثنين أكبر من ال واحد إذن إذا كانت ال A موجبة وال B أكبر من ال واحد هل هو نمو أسي ولا تضاء الأسي عزيز الطالب ممتاز عبارة عن نمو أسي إذن العبارة تكون خاطئة نمو أسي وليس تضاء الأسي إذن السؤال الثاني الدالة Y تساوي ثلث في أثنين أثنين X تمثل تضاء الأسي هل عزيز الطالب هذه العبارة الصحيحة أمخاط لاحظ عزيز الطالب إحنا في البداية قلنا تكون في صورة Y تساوي A في B أس X لاحظ أنا عندي سالب أثنين X معناتها عبارة عن أثنين أس سالب أثنين وأثنين أس سالب أثنين عزيز الطالب راح تكون بربع معناتها Y تساوي ثلث في ربع أس X إذا لاحظ A موجبة والB محصورة بين الصفر والواحد معناتها هل أهو نمو أسي أم تضاء الأسي ممتاز يكون تضاء الأسي فتكون الإجابة صحيحة التمرين اللي بعده رقم ثلاثة بيان الدالة Y يساوي ثلاثة في خمسة أس X ناقص أثنين هو انسحاب لبيان الدالة Y تساوي ثلاثة في X أس ثلاثة في خمسة X بمقدار وحدتين جهة اليمين هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة عزيز الطالب لاحظ معي دالة المرجع هي Y تساوي ثلاثة في خمسة X لكن بيان الدالة اللي فوق عبارة عن ثلاثة في خمسة X ناقص الأثنين تذكر لما نقلنا X نضيف لها H معناتها عبارة عن إزاحة أو انسحاب أفقي من جهة اليمين أو اليسار بمقدار X إذن هنا عبارة عن انسحاب أو إزاحة أفقية جهة اليمين مقدارها وحدتين فتكون الإجابة صحيحة إذن عزيز الطالب رح ننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة الموضوعية وهي الاختيار من وتعدد ظل الرمز الدالة الدال على الإجابة الصحيحة رقم واحد بيان الدالة F X يساوي ثلاثة في خمسة X ناقص الواحد هو انعكاس في محور الصادات لبيان الدالة F X يساوي إذن عزيز الطالب لما نقول لي انعكاس في محور الصادات معناته أيها الإجابة الصحيحة فكر معي انعكاس في محور الصادات معناته عزيز الطالب أني أنا فقط أقير في إشارة X إذن أيها الإجابة ممتاز اللي هي الإجابة A اللي هي ثلاثة في خمسة والسالب X ناقص الواحد هي الإجابة الصحيحة المثال آخر رقم أثنين إذا كان لغة رتم الثلاثة تساوي N ولغة رتم الأثنين تساوي M فأن M زائد N ناقص الواحد أيها الإجابة هل هي لغة رتم الستة من 100 أو لغة رتم الستة أو لغة رتم الستين أو لغة رتم الستة من عشرة تعال نعوض عزيز الطالب رح أشيل ال M وحط لغة رتم الأثنين زائد أشيل ال N وحط لغة رتم الثلاثة ناقص الواحد تذكر عزيز الطالب في الخواص من اللي يعطيني واحد اللي هو دام أن آن أساسي عشرة من اللي يعطيني واحد اللي هو لغة رتم العشرة معناته لغة رتم الاثنين زائد لغة رتم الثلاثة ناقص لغة رتم العشرة إذن أنا هنا عندي جمع رح أحوله إلى ضرب فيصير اللغة رتم الستة ناقص اللغة رتم العشرة إذن عندي طرح اللغة رتمات رح يتحول إلى اللغة رتم واحد اللي هو منه القسمة فيصير اللغة رتم الستة على العشرة اللي هو رح يعطيني اللغة رتم الستة من عشرة اللي هي الإجابة دي إذن عزيز الطالب وصلنا إلى نهاية حلقتنا كانت حلقتنا اليوم عن اللغة رتمات أو عن الدالة الأسية والدالة اللغة رتمية وعرفنا الدالة الأسية عرفنا منها النمو الأسي والتضاءل الأسي قلنا عشان أنا أفرق بين النمو الأسي والتضاءل الأسي أني أنا أشوف الأي تكون الأي موجبة في الحالتين لكن في حالة النمو يكون البي أكبر من الواحد وفي حالة التضاءل البي محصورة بين الصفر والواحد وتعلمنا شون أنا أرسم بيان الدالة الأسية وتعلمنا شون أرسم بيان الدالة اللغة رتمية وقلنا أن الدالة الأسية بيانها وهو معكوس لبيان الدالة اللغة رتمية حول تصير انعكاس في المستقيم ويساوي X وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة